اشتركوا في القناة النهاردة قررنا نخصص الفقرة دي لرد على كل أسئلة حضراتكم واستفساراتكم طيب بس خلوني في البداية أرحب طبعا بضيفي اللي مشرفني ومنورني في الاستوديو دكتور علاء الدين أحمد أخصائي التغذية العلاجية أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور أهلا بك يا دكتور إزاي حضرتك خليني بس قبل ما نبتدي في الحلقة النهاردة نعزل أنفسنا ونعزل الشعب المصري كله في حدث كنسة أمبابا الحاصل أمبارا أيها فعل ربنا يا رب يرحمهم برحمهم أمين يا رب العالمي شكرا يا دكتور اللي زوء حضرتك الحاجة التانية الحلقة النهاردة دي من أهم الحلقات اللي ممكن نعملها مع بعض ليه؟ إحنا كل الهدف من اللي إحنا بنقدمه ده إيه؟ إن إحنا بنقدم خدمة أيها؟ للسادة المشاهدين صح تمام؟ مظبوط يعني إحنا بنخرج من بيتنا وبنقعد نرتب ونزاكر وحتى بستة لما نزل كان الهدف منها أن هي تحل المشكلة للسادة المشاهدين صح فبالتالي النهاردة الحلقة دي أنا جاي وكل أسدان صغير وأنا معاكم في أي سؤال وتحتملوك في أي حاجة ربنا يبارك فيك يا دكتور طيب إحنا طبعا يعني هيبقى عندنا تقرير معنا طبعا لكن في أسئلة خلينا نسأل كده حاجات بسيطة من أسئلة المشاهدين كنت عاوزة أعرف إيه السبب أن كل ما عمل دايت لازم بشرتي ألاقيها بهتانة ونشفة وكذلك شعري ببقع كتير تمام السؤال دي على فكرة من أهم الأسئلة اللي إحنا ممكن نواجهها لأن عشان كده إحنا حتى الهدف بتاع البرنامج بتاعنا إحنا بندي ثقافة غذائية مش نظام غذائي تمام وفارق بين الثقافة الغذائية ونظام الغذائي أنا ممكن أديك نظام غذائي بس أنت ما عندكش الثقافة الغذائية فتلاقي نفسك كنت بتعمل النظام الغذائي بتاعك تخشت مشاكل تانية تمام صح حسن كده دايما إحنا بنقول إحنا المفروض تعمل واحد اتنين تلات اربعة بس إيه ده ماشي بانشينج مع النظام الغذائي بتاعك تمام طبعا هو مشكلة الناس اللي بتعمل ضايت بتعمل ضايت يعني بتمنع أكل أو بتقلل كميات أكل كمية الفيتامينات والمعادن اللي بتخش جسمك بتقل تمام فبالتالي إحتياجاتك من الفيتامينات المعادن قلت فده بيظهر بقى في أن يبقى ممكن يحصل عندك بهتان ممكن عندك شعوب تحت العين ممكن يحصل تساقط في الشعر ممكن نفسك إتا مش قادر تتمارس حياتك بصفة عامة وده اللي إحنا بنحاول نقول للناس لأ أنا مش همنع لك أنا هقلل لك كويس عشان كده إحنا دخلنا ببستا تمام فبستا ببساطة شي ده جدنا لأنها مرتوطة بهذا السؤال أنا مش بابن عنك فيتامينات المعادن لا أنا بديك الفيتامينات المعادن اللي إنت عايزها بس أنا قلت لك الكميات ودخلت معاك بالقلب ملتفيت عشان المشاكل اللي بتتعرض لها مش هتتعرض لها دي حاجة جميلة من الشركة هنحكي طبعا عن لو لسه في حد منضمن الفقرة ولسه بيشوفنا طيب عندنا مؤمن سامح بيقول كنت عاوز أعرف أكتر عن كورس التخصيص الصحي اللي عامل الشركة طب حددتك ممكن توضح لنا بس هلوة والكورس التخصيص بدنا بنتكلم على كورس يو بنتكلم على أكتر من حاجة الناس بتاخدها تمام حلوة الكورس ده عبارة عن حاجتين حاجة بتاخدها قبل أكل بنص ساعة اللي هي بيستة اللي هي التفاقن قبل كده وقلنا أن هي عبارة عن مجموعة ألياف لألياف دي منها فيه ألياف زوابة وفيه ألياف غير زوابة لما بنتكلم على مثلا سي ردة الأمح دي بيسموها الألياف الغير زوابة يعني ما بتدوبش في المية ودي فائدتها لأن انت مجرد ما بتاخد بيستة هتحس أن انت ابتدى عندك دخول الحمام بيبقى منتظام ما بتعنيش من حدة الإمساك وعلى فكرة الإمساك ده من الحاجات اللي بتبقى منتشر مع ناس اللي بتعمل ضايت صح تمام فبستعال حالة هذه المشكلة وعلى فكرة دي مشكلة مزمنة جدا وصعبة جدا خاصة من الناس اللي بيبقى عندها مشكلة في القولون صحيح بيعانوا أكتر وعلى فكرة هو المفروض أي مريض ما يخشش في الإمساك حتى مريض السكر حتى مريض الضغط الإمساك بنتبذله دي حاجة مش كويس حاجة ونيجي لما نيجي نتكلم على الألياف الزوابة عندنا الأمح والسيليم دي بيسموها الألياف الزوابة الألياف الزوابة دي ممكن احنا عملنا تجربة قبل كده اللي بيحصل انت بتاخد بيستا بعد نص ساعة الألياف الزوابة دي بتنفش في معدتك فبالتالي حجم المعدة اللي محتاج الأكل هيقل يبقى كمية الأكل اللي داخلها هتقل أقل مظبوط ما مناعتش أيوا فاهمة حضرتك أنا قلنا انت بس الله ينوع عليك مش كده وبس وجدوا أن الألياف الزوابة بتعمل ايه بتحسن من حسية الأنسولين لسكر الكوليكوز وسكر الكوليكوز ده اتفنى لما بيتخزن بيتخزن في صور الدهون فبالتالي أنا هنا اللي حصل أنا الأنسولين خد الكوليكوز من الدم بدخله الخلية مظبوط وبالتالي ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان الجسم ورغم ان انت بتاخد عام النظام غزائي بس انت ما عندكش حتة الوهن لا انت بتمرس نشاطك عادي جدا لانك بتاخد طاقة داخلية وكمان الالياف الزوابة وجد ان هي بتقلم من المتصاص الدهون في الجسم وضربنا مثال حالك لما بتروح تشتري لحوم ما شوية كبدة او بتاع ده كباب او كفتة بيحطها لك على بقدونس بقدونس بيتمتص الدهون اللي هي الالياف اللي هي الزوابة ايوه على فكرة تفقى نبستة هي مزيتها ان انت بتكلم الحاجات انت بتشوفها وصعرات اقل من الطبيعي اللي ممكن ناخدها طبعا هو انت خلي بالك هي مزة الالياف الزوابة والغير زهوبة هي كاربوها يدريت بس ما بتديش صعرات حرية كويس وطعمها مقبول يا دكتور خلي بالك لو بسيتي في العلبة هتلاقي ان هي لونها اقدر عشان هي طعم التفاح طعم التفاح فانت كأنك بتشرب عصير والتفاق اننا بناخده على كبات مية ساعة عشان نزود الحاجة كويس هل بيستة وفت على كده بندنا نتكلم في كورس لا فيها كمان الكوروميوم الكوروميوم دي هي أريضي مادة موجودة في جسم الإنسان ولكن اتفاق انها مع العدادات السيئة للأكل والسوشال ستايل بتاعنا اللي هو بيبقى تصهر والناس مش ماشا المادة دي بتقل المادة الكوروميوم دي أنا حطوه بسه بنسبة 50 تل جرام وده على تركيز موجود الكوروميوم بتعمليه حضرة كبير راحة كده الكوروميوم دي بتزود من حرق النشاويات اللي هي بتمثل الكربوهيدريت تمام فبالتالي أنا ما عنديش فرصة ان الكربوهيدريت تتخزن في جسمها عن طريق دهون تمام دي رقم واحد رقم اثنين بتحسن من حساسية الأنسولين للكولوكوز فبالتالي أنا ما عنديش برضو فرصة ان الكولوكوز يترسل في سرود دهون صح هل بيستوافت على كده؟ لا في فيتامين سي في فيتامين سي فيتامين سي طبعا هو خد شهرة الفترة اللي فاتت انه هو مقاول للمناعة وعلى فكرة هتكتشف برضو الناس اللي بتعمل ضايت منعاتها بتضعف لان الفيتامين المعدن قل لا انا بقول له لا انا هتديك فيتامين سي فانو زودت المناعة بتاعتك كويس بالاضافة ان هي بتزود من معندات الحار بالاضافة ان هي بتزود من المصائص الحديد لان برضو بتواجهنا مشكلة زي ما حين قلت في سؤال الاولاني انه ممكن تلاقي فيه شحوب واحدات ده بيرجع اصلا لانه ممكن تكون دخلت في امي انا بقول له لا تب مع بيستا لا لان فيتامين سي موجود في بيستا هيزود من المصاص الحديد تيجزء ويعوضه هيزود من المصاص الحديد أي كمية حديثة تأخذها هيمتصها آخر حاجة فيه اللي كارانتين اللي كارانتين ده اللي هو بيحر الطاقة اللي موجودة في العضلات فبالتالي أنت بتستهلك طاقة داخلية مش طاقة من الأكل دي بيستبق كل بساطة ما ده ما اتكلمنا على كورتس يبقى نخش بقى في قلب ملتيفيد اللي هو بتاخده بعد الفطار بنص ساعة مجموعة فيتامينات مجموعة فيتامين بي كومبيليكس بقت من بيه كومبيلي يجي على رأسها بقت من بيه تولف بتولف ده اللي هو مريض السكر ده ما بيقى ماشي عليه وبالضافة أنه هو بيزود من حتة حر الكاربوهادريت التمثيل الغذائي للكاربوهادريت يعني مش هيتخزن عندي الزينك الزينك معروف دائما أنه هو حاجة اللي في المناعة هو أعلى نسبة الزينك عن أنواع أخرى مروضة زينك الشعر لأن الناس اتفاقنا حيكفي سؤولي أو أن برضو ناس بتساق الشعرها بتعمل نظام ريجين فأنا هنا بدي الزينك تمام عندي مثلا سيل فوليك أسيد ده مصدر أساسي من الحديد عشان الناس ما تقشش في أنيميا عندي الكالسام الكالسام الناس على فكرة هتلاقي أن القلب الملطفيت هو أصلا من وجهة نظرنا هو أتعمل عشان الناس اللي بتعمل نظام غذائي براضافة أنه هو بيقونا براضافة أنه هو بيقو المناعة بس هو أصلا معمول كده لأن مشكلتي مع الناس اللي بتعمل ضيط بتسيب نفسها توصل للمرحلة دي بعد أن تبدأ فأنا لا أقول لأ خد نحن نأخذه من الأول تمام طبعا فيه فيتامين سي فيه النحاس ممكن احنا نتكلمنا لحاجات دي بالتفصيل ويمكن في سؤال تاني ممكن نستعر لحاجات دي طب فيه سؤال يا دكتور صندو الصلاح بتقول هل بيستا ينفع نستخدمه الناس اللي عندها خمول في الغضة الدرقية الله على السؤال ده بصي ده لسه في سؤال تاني مهم لازم نقوله لأم مالك بصي الغضة الدرقية احنا أعلمونا في الكتب إن الأول لازم أحل مشكلة الغضة الدرقية سعلا باقي الغضة الدرقية حاجة من ثلاثة يهاية طبيعية فالجسم وعدات الحرق عنده طبيعية ياما عندها هايبر يعني فيها سرعة فدي بتحر أكتر فتلاقي ده مريض قاسس ياما عندها خمول فبتلاقي صورة الحرق لازم الأول تعالج حتة الغضة بتروح للدكتور المختص بتعالج مشكلة الغضة ولكن أنا أقول لها أنت من أول يوم يعني أنت قررت تروح للدكتور بكر خذ بيستة من النهاردة لأن بيستة مالوش أي أعراض جنبية أو أي مشاكل مع المريض اللي عنده الغضة أو خمول الغضة الغضة الدرقية بس لازم إيه تروح للدكتور تعالج الغضة كويس قوي طب دكتور أم مالك بتقول لو سمحت بنتي عندي عندها عشر سنين ووزنها سبعة وخمسين ونص وطولها مية خمسة واربعين ممكن تعمل لها ريجيم يا دكتور بس حدرتك من خلال خبراتنا عشر سنين دي في مرحلة البناء إحنا هنمشي مع بعضينا في ثلاث خطوط متوازية الخط الأولاني إنها لازم تلع برياضة على فكرة لازم تلع برياضة ولكن أنا أعمل إيه أنا لما أحديها بيستا سيخليها قبلية الأكل تقل هي كالت بس قبلية الأكل قلت ونمع بالفيتمون بقى اللي هو القلب ما تفيد تعرف تبلع ستأخذوه يبقى هنا اللي بيحصل إيه نصيحة مني ما فيش حاجة اسمها ريجيم للأطفال بذات الإفسان النمو إنما فيه حاجة اسمها إيه إن أنا أقرني أن الأكل أقرني الأقل الكميات مش عمنع كميات طب أنا بقى عندي مشكلة في الطفي هقول له زي ما تاكلش فأنا بقول لأ أخذ بقى باكوبستا كده لما يأخذ باكوبستا هو من نفسه هل هيحصل هو من نفسه كلمات أكلة أطلق والإضافة أنه يقلع برياضة ضروري جدا أن يقلع برياضة يبقى أنا هنا بكون الدهون اللي عنده حرقتها وخلت جسمه يتكون بطريقة مثلع حلوة قوي تمام أنا معك جدا في الرأي ده دكتور وبشكرك علي طب اسمح لنا معنا تقرير تقريبتها مع بيستا خلينا نطلع مع بعض شوف التقريب ونرجع نستكمل مع دكتور علي احكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي ساعدك تخسي اسمي إسراء محمد ممضوح سنة عشرين سنة كنت خمسة وتسعين وبقيت خمسين قبل ما خس كنت بعيني من نفسي قصير ما كنتش بقدرة تنفس كويس اللبس كان عندي فيه مشكلة ضربات قلبي كانت سريعة ما كنتش بعرف اتحرك ما كنتش بحرم نفسي من اي اكل كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة احساسي بعدا ما خسيت احساس جميل جدا بعرف ألبس برحتي وبعرف آكل اللي أنا عايزاه وأتحرك وجسمي بقى خفيف جدا أنسح اي حدي جسمه مليان انه هو يتابع مع بيستا الموضوع صهل جدا مزبوط ورجعنا لحضراتكم بعد ما شفنا تقرير اسراء خلينا درويتي نسأل دكتور علاء بقى نشوف درويتي فيه طوق ياسمين بتقول أنا سني 43 سنة بعاني من اضطراب الغدة الدرقية ووزني اكثر من 85 كيلو طولي 163 يعني مع العلم اني مش باكل غير وجبتين في اليوم فعاوز طريقة انزل بها وزني طيب اول حاجة زي ما جوابنا في السؤال التاني لما تكلمنا على كاسة الغدة الدرقية لازم تروح للدكتور المختص عشان تزبط الغدة الدرقية دي يعني خطوة مهمة لازم خطوة الثانية واتفاقنا برل معها يعني في نفس الوقت مع الوقت بتاخد بستا تمام وخلي بالك برضو نصيحة للناس على فكرة مش تقليل الوجبات هو اللي يخصص احنا بالعكس احنا لما بنجي نحدي نصفل نظام غذائي خلي باجي دايما تقول ايه نظام غذائي بس اللي هنقول انه هو يخضع على 3 ا4 وجبات في اليوم ده اللي هي الثقافة الغذائية عشان كده الثقافة الغذائية يخضع على 5-6 وجبات في اليوم طبعا عشان الحر يزيد عشان الحر يزيد خلينا نقول تجربة اتفاض عايز حد كده من السادة المشاهدين يجرب يفتر الصبح الساعة 7 الصبح شوفه على الساعة 10 اللي يحصل هيجوع هيجوع هو جعل ايه حسنا ما تقول الحر يانه زادت كويس تب هو لو مفترش الصبح اللي يحصل مش هيجوع احنا عايزين معدة تشتغل على طول ولكن بكميات قليلة فده يساعد في عملية الحر فانهي تاكل واجبتين مش هو ده الاساس لا انا عايزها تحلي مشكلة الغضة الدرقية تاخد بيستة علشان كمية الاكل تقل مش عدد الواجبات اللي قل فهمت تمام انما ميزة بيستة ببنى احنا نتكلم عن موقات طبيعية فما عندوش اي مشكلة يتاخد مع مريضة الغضة الدرقية ولكن لازم لازم نضبط الغضة الدرقية طيب في بقى دينا فؤاد خليل بتقول عايزة اسأل انا والدة بقى لي 6 شهور عايزة اخس 15 كيلو عشان ارجع لشكلي تاني عايزة اعرف ازاي انا نومي قليل وموعيد الاكل مش مصبوطة ومش بردع فعايزة مساعدة الدكتور هلقوي خليني اقولك على موضوع نومي قليل ده حصل حوار بيني ومنحد في الاعداد كده قبل الفقرة الناس عارفة انتي السوشيال ميديا الناس بتقعد الموبايل ممكن يبقى شغال جنبيها وهي نايمة فتنام ساعة وتصحى ساعة ده غلط جدا نتكلم على اللي هو النوم العميق النوم العميق يعني ايه يعني انت تطفى نورك كده وفي جو هادي يمكن عشان لسه والده دكتور فالطفل ده يتنام وقت ما ينوم وتصح وقت ما يسح على فكرة المفروض الطبيعي ان في اثناء فترة الرضاعة عمليات الحرق بتزيد صح لسببين السبب الاولاني ان المفروض ان هي بتشرب سوايل كتير عشان اللبن يبقى في صدرها كتير تمام السبب الثاني ان هي بتعمل موجود مع طفلها طب لو هي مش بتردع لا اي ظرفة احنا مش عارفين اه لا لو مش بتردع يبقى هنا بقى هنقل اللي يحصل هنشتغل الاول هنقل كميات الاكل عن طريق ان احنا ندي حاجة الياف طبيعية ان هي بيستا اللي هي تتاخد قبل الاكل بمصف ساعة فبالتالي كميات الاكل اللي بتاخدها هتقل لرقم واحد رقم اثنين ان هي لازم تلعب رياضة وعلى فكرة برضو حاجة للسيدات المشاهدين لما انت تاخد بيستا هي بتختلف من شخص الاخر وعليك ان في الطبيع انك تنزل من 6 ال 8 كيلو ولكن ده في ايه بقى انك تلتزم بالثقافة الغذائية اللي حنقول لك عليها انك تفتر وتتغدى وعبد الوجبة الاساسية بتاخد بيستا وتغلع كوباية مية وتحاول تمارس رياضة طب احنا معنا تريفون يا دكتور معنا هدير اهلا وسهلا هدير اتفضالي ازاي كيف عامل ايه؟ الحمد لله حبيبتي اتفضالي حبيبتي قلب ازاي حديقة دكتور هدير ازاي اخبارك الحمد لله تمام دكتور وانا مستخدمة دستة بقى دي اسبوعين تمام ونزلت 3 ونص كيلو وايه؟ نزلت 3 ونص كيلو هيل هيل انا كان عندي مشكلة بعد في القولون يا دكتور وكان على طول ما عندي مشكلة ما ندخل الطايلد عندها مشكلة في القولون ما قدرش تدخل الطايلد تمام تمام خليلي اهي مشكلة قلت مع بيستا ده اللي احنا قلناها من شوية هدير اشكولك على المعلومة التي تقولها هل أنت بتأكد الكلام اللي احنا بنقوله والكلام اللي احنا بتقوله ده مبني على حاجات علمية يعني عندما بيجي يقول هل هي علاقة بيستا يعني يا دكتور نعم فنم هل هي علاقة بيستاakah تقول حالي لي علاقة بيستا اه طبعا هايыми علاقة بيستا مش لي علاقة هي بيستا السبب فان هي خليتك تخش الحمام بصورة منتظمة وموضوع الامساك اللي انت كنت تعانيه مش همموجود برضو ليه هل الكلام ده نظر لأ الكلام ده عملي لان هي مكونات بستة فيها الالياف الغير زوابة اللي هي ردة الامح وردة الامح معروف ان هي بتتحرك بتنزل من تحرك من المعدة للمعاء بصورتها الطبيعية فبتخليكي تخش الحمام بصورة منتظمة طب ليكي سؤالي يا هدير معين عايز سألع لي الدكتور انا كنت بس عايز اعرف حال ده دي علاقة ببستة ولا لا؟ اه مش لي علاقة هو بستة السبب لا 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 هي مش لي علاقة هي بستة السبب في فارق من علاقة لا بستة السبب وعلى فكرة برضو دي اشكرك هدير على السؤال ودي حاجة للسادة المشاهدين ان انت من اول مرة تستخدم فيها بستة انت فعلا هتحس بان دخولك الحمام اختلف شكرا لدكتور دي حاجة ميورسية هدير اللي تريفونك جدا طب دكتور بقى لو هدير عايز اتحافظ على ده بعد مسلا ما هي وصلت لوزنها المثالي واخدت بست تعمل ايه تبقى بقى اكلتها فيها حاجات الياف نسبة الياف عايز اتثبت واسن يعني اه ولا بص حريك ما هو بستة بص يقول لك الحاجة السؤال ده كمان جايلي فانا بس بفرصة بقى ان هذه الفترة احنا احنا ليه ليه لسمنا زادة الفترة الاخرينية من ضمن الاسباب الاساسية هي الفاستفود يعني فاستفود يعني انت بتاخد وجبة اساسية لا تحتوى على الالياف على فكرة فيها نسبة عالية من الدهون المشابعة خد بالك انت فده وممكن ما بقاش وممكن يبقى فيها بروتين شوية انما ما هذا ممكن غبيته فيها كاربادريتي ما فيهاش الياف فانا بقول له لان اخلى بالك بقى انا بخلي اسلو صوت حياتك بقي فيه الياف عن طريق بستة هلا ممكن تبعلي فكرة تبقى bubble style حياة يعني هبت في حياتك نانك بتاخد بستة اللي ان احنا بناخد فاست الفود طب احنا معانا فاطمة اهلان يافقد ما اهلانيك تفضلي حبيبتي للك اي سؤال دكتور معي ذكي فاطمة الحمدللو ذكي فاطمة الحمدللالحمций أنا بصراحة كنت جرّبت منتجات كثيرة قوي يعني بصراحة كنت أعمال لي أعراض جانبية كثيرة فأنا كنت قلقانة قوي أن أجرّب بسا لكن بعدما جرّبت وقلت أن الحمد لله في ثلاث أسابيع أنا نزلت قريباً 6 كيلو ونوص الحمد لله قبل كده كان بصراحة يحطر لي حاجات كثيرة يعني كمان كان يحطر لي أرق مثلاً أو كان يجيلك تئاب كده من اللاشئ فالحمد لله كنت قلقانة فالحمد لأنه مجرّبت ولم يحطر لي أي حاجة من العباد الجانبية فأنا كملت في الشهر يعني فأنا أعرف أنه سيكمل معي على إيه ومش عارفها ومحتاج أن نزل قد تئي تاني بس في الأموم يعني في أول ثلاث أسابيع بصراحة أنا نرسي بقى بتتفضل وأنا كتلة كثيرة قوي فصراحة يعني عايز أشكركم عليه لأنه كويس جداً وأتمنى أن الناس كلها تجربوا يعني بس أفاطمة أولاً أنت عايز تنزلي قدية المعادلة ستحسب المعادلة ستحسب المعادلة ستحسب وزنك دلوقتي لو طلع أكثر من خمسة وعشرين ستقولي أنا محتاج أنزل عشرة كيلو وتعمل المعادلة برضو لما أنزل عشرة كيلو يعني مثلاً وزن ستة وستة وستين ستة وستين هل كسرت الخمسة وعشرين من تحت يبقى هو ده اللي تترجم بتاعك لا أكثر من خمسة وعشرين يبقى تقولي أنا محتاج أنزل بدل عشرة وأنزل إتنشر كيلو يعني ستلي نفسك في المعادلة دي الأول حطيها جاد لكي وامش عليها دي هي معادلة مؤشر الكوتلة خلينا نقول بس شكر يا فاطمة خباك يا فاطمة قالت حاجة أنا كنت ألقانة أخذت حاجة كثيراً أنا أخذت حاجة أنا أخذت حاجات منتجات طبيعية مصادر الطبيعية في صورة سهلة ممكن تأخذها فبالتالي أنت مش أنخلص طب دكتور قلنا نحصل عليها ولسه مجدة أحمد بتقول أقدر أجيب كورس التخصيص اللي هو بيستا ومالتيفيت منين وهل في توصيل لشارم الشيخ وفي توصيل على رأي المسأل من أصوار لمرسة مطروح فيه في كل حياتة مش مشكلة خالص والأرقام موجودة أعتقد على الشاشة لو أنت عايز بيستا وقلبي مالتيفيت سهل قوي أن توصلها وموجود في بعض الصيدلات الكبرى سواء كان بيستا أو قلبي مالتيفيت ولو قدر الله مش متواجد في الصيدلية اللي جنب حضرتك ممكن هو فيه كود كمال للصيدل خاص من خلال أرقام الشركة الصيدل يقدر يطلبه ويوفره كانت قدامك يا أمة تتصل بالشركة مباشرة وكلمة السير بس تقولونه مشيف عظيمة دي رقم واحد رقم اثنين يا أمة انت فيه صيدلات معانا لما تتصل هيدولي يقولك تروح يعطيها من الصيدلية اللي جنبك مظبوط أقرب مكان لحضرتك فين في شرم الشيخ طيب دكتور احنا طبعا يعني أخذنا مجموعة أسئلة النهاردة لا بأسة بيها جاءت لحضرتك بشكرك طبعا جدا جدا وخلينا بقى نقول بالنسبة للأطفال احنا نبدأ بس بيستا عشان معلومة سريعة للأمهات اللي عايز يبدأ في بيستا من الأطفال من عمري كام؟ بس حريك احنا بمنا احنا بنكلم عن المصادر الطبيعية فمعنديش مشكلة في الطفل بس أنا بس أبالع من حاجة بس حاجة واحدة بس أن الأم تعتمد على بيستا من غير ما تمارس رياضة بس ده القلق تاخد بيستا ما فيش مشكلة خالص نحن بنكلم عن المصادر الطبيعية مجرد ما الطفل يتقبلوا ياخدوا ما عنديش مشكلة خالص ولكن لازم ممارسة الرياضة طيب دكتور أنا بشكر حضرتك جدا طبعا نورتنا نهاردة دكتور علاء الدين على فكرة احنا ممكن نعمل حلقات تانية على أستاذ المشاهدين لانه هو الهدف الأساسي انها يبقى عندنا الثقافة الغذائية اللي المشاهدين بسعروا عليها أنا بشكر حضرتك جدا سوحولي أشكر ديفي لشرفني ونورني نهاردة دكتور علاء الدين أحمد أخصائي التغزير على جهة شكرا لحياتكم شكرا لحياتكم وبشكر حضرتكم على حسن المتابعة تحياتي لكم وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وطبعا وقت بعدي مع حضرتكم بسرعة في النهاية أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضرتكم من هنا الحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وسلام عليكم عليكم السلام